انصاع الحوثيون أخيراً لقرارات الشرعية الدولية المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد أبلغ الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي قبول الحوثيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ولد الشيخ أعلن موافقة جميع الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار والبدء بجولة محادثات جديدة ستعقد في الكويت يوم الثامن عشر من أبرل القادم وأضف بأنه تم التوافق على وقف لإطلاق النار ابتداء من ليلة العاشر من الشهر المقبل وحسب المبعوث الدولي فإن المحادثات ستتركز على انسحاب الميليشيات المسلحة من المحافظات والمدن وكذلك تسليم الحوثيين للسلاح كما سترتكز على استعادة الدولة واستكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولسيما الدستور كذلك سيكون القرار الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية أحد ركائز هذه المفاوضات ويرجع المختصون خضوع الحوثيين لقرارات الشرعية إلى عاملين أحدهما السياسي والآخر ميداني فالتحركات السياسية الأخيرة التي قامت بها السعودية والمحادثات مع القبائل اليمنية على الحدود ربما ساهمت في التوصل إلى سياغة تفاهمات أما الشق الميداني فالتقدم المتواصل لقوات الشرعية مؤخرا تجسد بتطويق صنعاء وفك الحصار جزئيا عن تعز وتضييق الخناق على المتمردين في أكثر من منطقة وربما ذلك دفع الحوثيين إلى القبول بتنفيذ القرار الدولي تجنبا للمزيد من الخسائر الدفعة السياسية التي تلقتها الأزمة اليمنية دعمتها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بالتأكيد على أن الحل سيكون من قبل الأطراف اليمنية المملكة العربية السعودية ودول التحالف ترى الحوثي مكون كغيرهم المكونات المجتمع اليمني ولكن لا يجب أن يكون هناك ميليشيات مسلحة تفرض تصور سياسي بقوة السلاح ويبقى الحديث عن الحل السياسي في اليمن مرهون بالتزام الحوثيين بالقرارات الدولية والتوافقات الإقليمية والمحلية